إسماعيلي هتتقدم على كل دول وتاخد البطاقة الرابعة فإذاً إنت بالنسبة لي خامس هتاخد بقى خامس ساد السابع يبقى إسماعيلي عمل موسم كبير ربما كان في التوقيت الحالي الإسماعيلي محتاج ثورة ومحتاج حد يصرف مع حد بيفكر اللي اتنين مع بعض مش حد يصرف بس لا دي نقطة مهمة برافو عليك إنه كتير قوي من عندها الجمالية تحديداً الإسماعيلي لاعتماد على فكرة إنه شخص ييجي يصرف بالزبط لكن هيصرف ويصرفوا غلط تيجي ناس بتحب النادي فعلاً وعايز تصرف بس تصرف غلط 3-4 تعقودات برقم فلكي فالعيبة بتفشل تيجي بقى كاما مش عارف تباعها بقى عبقى على النادي عقودهم يبقى بدل ما انت حلت المشكلة انت كبرتها أكبر صحيح الدوري السنادي ما بعد مباراة الأهلي والبيراميدز قرب للأهلي أو لسه المنافسة قائمة بشكل قوي لسه المنافسة قائمة ولكن بأعتقد أن هذا الأهلي أقرب بالأرقام وبالنوقاته معنوياً وبراميدز أتمنى الخسارة الأخيرة دي ما تأثرش فيها عشان يبقى الدوري حلو يعني مش عايز براميدز مش عايز العزيمة تكر في يخلص دوري بدلس بس يهمني أن أشوف يا كريم دوري قوي دوري من بتوع زمان اللي بيخلص في الجولة الأخيرة واللي بيخلص في آخر جولتين انت شايف دوري قوي؟ أنا شايف السنادي أفضل يعني لحد ما قالي في فرقيتين بيتنافسه لحد الرمك الأخير غير قبل كده اللي مخلي براميدز السنادي غير يعني كلنا حاسين أنه براميدز كل سنة يقولك براميدز قريب أنه ينافس بس ما بينفس السنادي بيننافس حرفياً يعني أنا شايف استقرار استقرار مدرب مستمر بقاله مدة براميدز كان معودنا الفترة الأخيرة كلها أن كل سنة فيه اثنين ثلاثة مدربين ودي حاجة ظاهرة غير إيجابية من وجهة نظر المتواضع يعني فأعتقد المدرب الأخير ده موجود مدرب واقعي يعني مش عايز أقول أنه هو وحش أو كويس لكن تحس أنه بغير صح بيحط تشكيل صح بس أثناء بس مبارح الموضوع الشيبي دي اللي ما فهمتوش فيها ما عرفش إيه الغراب أهدت ما فهمتاش أهدت ما عرفش إيه الغراب وبعدين رح حملت غيره في دقيقة ثلاثين فأنا مش فهم إيه الغراب وبعد ما تعادل بس دي تحسب له صح؟ تحسب له أنه غيرت ما كابرش بس أنا مش فهم ليه يعني إيه السبب لعيب عندك مميز من أهم اللاعبين عندك أفضل حد في الـ position ده عندك فأنا مش فهم إيه الغرض إن أنت تعمل حاجة زي كده ما فيه إمتهيش بصراحة كيات غريبة كيات من أغرب الحقيق يعني أنا أول ما شوفت تشكيلة والشيبي بره وقلت إزاي وبعدين أنت حتى ملاعب واحد بشماله حتى خلي بالك فيه حاجات في الكرة كده ما يحسهاش لو لعب كرة برح فيه كرة اللي هو كريم فؤاد قطم بكريم حفظ دي وعمالها المرونة عطيها شطا هو مش على عدلته صح هو لو وقف في الناحة التانية مش هترى استرقصة دي لكن غازبا عنه أنت لما بتبقى بتلعب باكليفت انت بتفتح الزاوية بتاعتك اللي على شمالك لكن لما بتلعب باكريت هتضطر تفتح الفتحة اللي هي على يمينك صحيح انت جسمك مش معدول صحيح فمن هنا الحاجات دي أنا مش فهمه بصراع يعني حتى لو لعب حدد فيندو لعب باسم محمد رضا بوبو مثلا باكريت عنده النزع للدفاعية كويسة هيعرف يقف في غط الملعب نقول ماشي لكن انت جبت واحد باكليفت لا يعني احنا شفنا كتير باكريت يلعب باكليفت تنفى لا بيقف ما بيهاجمش كتير بس كارين بيهاجم شوي لكن العكس دي ما بشوفهاش غير كل عشر سنين مرة انا حتى مش فكرة عالميا فيه لا بتحصل بس يعني بلدي في برشلونة عملها كذا مرة مع ممكن صح بس مثلا زامبروتا في برشلونة هو راجل كان يمين يروح شمال كان سيله يمين يروح شمال مورينيو جاب كونتراو عبل كده باكريت في ماتشاط الكلاسيكو بس نادرة بس مش تحس انه مش معدول لكن العكس تلاعب ناتشوباكليفت عادي يعني مقبولة رغم انه هو دفاعيان بس بس يستلم بشمال ولعب بيمينو لكن العكس دي تبقى بالنسبة لي غريبة يعني صحيح